الإمام البخاري رحمه الله بسنده قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبه اليد العليا خير من اليد السفلة قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الحياة فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو منه شيئا فقال عمر فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه هذا الحديث يوضح لنا أن حكيم ابن حسام وهو صحابي جليل كانت له صناع معروف في الجاهلية وعطاء بالمئات قبل أن يدخل الإسلام ولما دخل الإسلام بزل ما له في سبيل الله ولكنه جاء به الظروف أن احتاج وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سأله مرة ثانية يقول فأعطاني ثم سأله مرة ثالثة يقول ثم سألته فأعطاني بعد ذلك أراد أن يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم توجيها يشمله ويشمل غيره من سائر الناس فقال عليه الصلاة والسلام يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة المنتظر أن المال يبقى مذكر الصفة تكون خضر لكن هو نظر إلى صورة المال فقال فقال إن هذا المال يعني إن صورة هذا المال أو إن أنواع هذا المال على هذا التقدير وصفه بقوله خضرة حلوة يعني لها منظرها وصورتها أنواع المال التي تغري الناس إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ترجمة نانسي قنقر